السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. هقول دلوقتي الثلاثة امتحانات اللي عليهم بالدور. امتحان السابع والثامن والتاسع. قبل ما نبدأ هنقول اللهم صلى وسلم مبارك على سيدنا محمد وآله. الامتحان السابع شباب باول وسكر في بتقول اغير ايه روتين. يعني مواعيد بالروتين اليوم بتاع شخص ما يعني. جمع بيل ديان. انا اسم ديان. جمع غذي. او تير. انا اسطايكوز الساعة تمانية. اسطايكوز. جوني مليف با انا لا انهض يعني انهض من ع السرير اقوم من ع السرير يعني. ده اسطايكوز يعني اصحى من النوم. لكن ممكن اصحى. وانا لسه نام ع السرير. تمام? ومفتح هيني كده. لكن مليف ده انهض يعني اقوم بقى من ع السرير. امديت مو يعني في الحال. يعني مسحى الساعة تمانية لكن بداني انام على السرير شوائي. مارست ان بقول لي. لكن انا ابقى قليلا على السرير. او تير سكنز. يعني حتى الساعة تمانية روبا. جو في دولة سال ديبان. انا اذهب الى الحمام. جو بران ان دوش. انا باخد الدوش بتاعي. ابغي بعد كده. جو مبي. انا ارتدي. البس يعني. تمام? او تير تغانت. انا اه الساعة تمانية ونص. جو بران لبطي ديجني. انا باخد الفطار. افك ما بطي سيغ ماري. مع اختي السغيرة ماري. جو بوا انجيس دورونج. انا بشرب عصير بورتقال. اه مانج دي سريال. اه بشرب. اه باكل اللي هي اللي هو عامل زي السريلاج ده كده. افك دولة باللبن. دوبة افك بير وعيش بالزبدة او المربع. مس ما سيغ بريفير دي بسكوت افك فروماج. يعني اقتي تفضل البسكوت بالجبنة او بالشوكولاتة الساخنة. اه. نف اير ترونت. الساعة تسعة ونص. جي كور دي بيانو. عندي حصة بيانو. اي ماري فا ناجي اا دي زير. وماري بتذهب او سوف تا اه تعوم الساعة تمانية. الساعة عشر. جونينبا جوادو بيانو. انا مش بحب اعزف بيانو. جميو جواد لجتار. بحب افضل ان انا اعزف اه اه جتار. مي ماما. لكن ماما ديكو تقول انه. الجتار نيبا ان انسترمو بور في. يعني اه الجتار لا يكون يعني اداه لي البنات. عبر غيلة ريسان دي بيانو. بعد حصة البيانو. جرن كونتر لزامي. انا بقابل للاصدقاء. نوجو اوبالو بنلعب كورة. كالكفوه احيانا. نوزل لغو سوبر مارشية فيك مامو. نحنو نذهب الى السوبر ماركت مع ماما. ماري ايم كويزينيه. ماري بتحب ان يه تطبخ. الايد ما. الايد مامو. ابري باريل وريبا. هي بتساعد ماما في تجهيز الوجبة. موا انا. جولاف لافي سيل. انا بغسل الاواني. بابا اغيف اه ديزنفير. بابا يصل الساعة تسعة عشر. يعني الساعة سبعة مساء. اللي لجورنال ان اتندون لدينيه. هو بيكرا الجورنان منتظرا العاشة. اي نو ديماند كمو. وي بيسالنا كمو ا اتين نوتر جورنيه. بيسالنا كيف كان اليوم بتاعنا. ابريل دونيه بعد العاشة. نو بفوف وار لاتينيه. نحن نستطيع ان نرى التلفزيون. جيملي فيلم كوميك. بحب الافلام الكومدية. ماري ايملي دي سا انيمي. ماري بتحب الرسومات الحيوية. الساعة تمانية ونص. بروح السرير. انا استطيع ان انا اقرأ بندو لمدة نص ساعة. دعا نشوف الاسئلة بقى بتاعت الوضع. اول سؤال بيقول ايه. ابو دي دي جيني في الفطار ماري مونج. ماري بتاكل ايه. بسقود بالجبنة. ماري دي ديان بونسكو. ام ديان تعتقد ان ايه. الجتار لا يكون مناسب للاولاد. ايه ليه البنات. الاجتار لا يكون مناسب للابنات. تتبقى رقم دي. رقم تلاتة ماري ايه بسيوني نوت. ماري تكون مغرمة بي او مولعة بي يعني تهتم بايه. بالطبخ. ان اتندولو دي نيه. انتظرا العاشة. اه. في الانتظار للعاشة يعني. لاب مش بيحكي. اه. الشط بتاعته اليومية. اه. دين و ماري و بارل افيك لير بير. يعني هما الاتنين بيتكلموا مع ابوهم. رقم تسعة لسعار مساء او تير اجمي ساعة ثمانية و نص. ايه اللي بيحصل. ديان اي او لي. ديان يكون يكون في يكون في السرير. ديان لي. ديان انا طبعا كنا متفقين ان اهنا هتحل اول الواثقة من كل امتحان فانتوا طلبتوا في الفيديو اللي فات ان انتوا عايزين اجابات الواثقة التانية فانا نزلتها لكم هي سريعا ولو في طبعا اي حد عنده اي سؤال في الواثقة يتفضل اللي تواصل معاه وانا هقوله علي ان شاء الله نقش بعد كده على المواقف اول مواقف بيقول يعني صديقك بيعشاك الريف كسكل دي ماذا هو يقول واحد بيعشاك الريف يبقى هو هيقول ميزة حلوة في الريف تمام يبقى يعني انه الهدوء والهواء النقي رقم 14 يا شباب فوترامي صديقك فودموند بيسألك كلمو ايان دوترانسبورد نافيج سيرلو اي وسيلة موصلات تبحر على المية ماذا انت تقول طبعا المركب سيلا باتو فودموند اي افوترامي بوركواء البروند اين اسبرين انت بتسأل صديقك لماذا هو يتناول اسبرينية ماذا هو يقول هيقول جمال الاتت عند الم في الرأس رقم 16 فوترامي انت عندك معاد مع صديقك هو هيقول لك ايه ولا هيقول لك ايه لا تصل متأخر هي دي لا تصل متأخر تعالنا نشوف كده الاجابات التانية عشان نعرف يا زيجي اذا كانت هي دلك صح ولا لا هنا بيقول لك انا عندي معاد عند الطبيب ولا هيقول لك سلفني الفيست بتاعك انا عندي مواعد مهم ولا هو عنده مواعد الساعة 14 تمام ولا لا تصل متأخر انت عندك معاد مع صديقك هو هيقول لك ايه هيقول لك ما توصلش متأخر لا تصل متأخر ما تجيش متأخر يعني تمام يبقى هي رقم دي سبعتاشر صديقك بيسألك لعبون المنتاسيو التغذية الجيدة ايه هي سي كوا يعني ما هي تمام سي تان سي دو منجي ان بو دي تو انها اكل غليل من كل شيء وطبعا المصطلح ده مهم اوي بيتقرر كتير رقم 18 يعني انت سوف تتسوق فير لكورس كسك فو ديت ماذا انت تقول هتتتسوق يبقى انت طبعا فير لكورس ده شباب يتتسوق مواد غذائية فير لكورس اللي فيه المصطلح اللي فيه ده يتتسوق مواد غذائية تمام يبقى نازمة نختار حاجة مواد غذائية يبقى هي دي اكل وشرب انا سوف اشتري جبنة وخبز القواعد يا شباب اول سؤال في القواعد بيقول ايه واذا فيه انكور فعم انت ما زلت جعان قال له لا انا لم ايه جعان طبعا هنا سؤال في جدوى للنفي اللي انا اكدنا عليه خمسين الف مرة ان احنا لازم ان نبقى حفظين جدوى للنفي الكلمة والقصادها ومعاني الكلمات كمان هنا عندي كلمة انكور يعني ما زالها النفي بتاعها في جدوى للنفي لم يعد انت ما زلت جعان قال له لا انا لم قعد جعان رقم 20 عائلتي تحب الريف تمام نحن نوات نذهب كل عطلة وانا عندك في الاختراط الضمار الشخصي تمام انا عايز اقو الضمير عايد على كلمة ايه من خلال الترجمة كده عايز اقو الضمير عايد على كلمة الريف نحن نذهب هناك كل عطلة الريف ده مكان وعندنا فعلة عليه تمام يبقى الضمير على طول تمام من ضمن برضو مفاتيح الحل ان انت لما تلاقي النقط قبل الضمير اجريك قبل فعلة عليه يا شباب اللي هو عندك في الجملة فعلة عليه وقبلها نقط تمام والكلام عايد على المكان بتاخد اجريك اوتوماتيك رقم 21 والنقط ميه ام اي اس ده اللي هو فيرب بمتخ تمام متخ ام اي او متخ اللي هو ده اللي هو معناه يضع او يرتدي ده في المصدر الام اي اس ده منه اللي هو في الماضي بقى اسم المفعول فيرب بمتر بقى في الماضي في الماضي المركب بياخد اتر والا افوار هو طبعا مش من الاربعتاشر فعله مش فعله زو ضميرين يبقى ياخد افوار طب افوار مع الان بيبقى ايه بيبقى اه كده لطنب باس النقط فيت افيك ميزامي الوقت يعدي ايه بسرعة طبعا فيتر يعني بسرعة مع الاصدقاء عايز اقول بسرعة جدا يبقى تري فيتر لان تري دي اه صفة تمام فهيجي قبلها تري تري ديت تري بيجي بعدها صفة او ظرف تمام فهنا ديت صفة فهناخد اه تري ديت بيجي بعدها صفة او ظرف تمام لكن بيجي بعدها اسم وموان ديت ديت بتجي بعدها اسم برضو وبون ديت بتجي صفة الاسم فده عندي ده ظرف بسرعة يعني مع انه بسرعة تمام يبقى يجي قبله تري رقم ثلاثة وعشرين سيسيل ديت تستلي فيتمون واتجون سيسيل تقرح الملابس اللي من الجنس طبعا الجنس ده مادة خام كان عندنا قاعدة في سنة تانية قارة المواد الخام كلها بتاخد حرف الجر اون المواد الخام كلها بتاخد حرف الجر اون تمام بقى هي بقى المواد الخام عندي ان شاء الله هنزلها لكم حاجة في صورة اين شاء الله واناه افتكرت في المنتج سيسيلها انه لطلب امر لا المواد الخام عشان لازمة انا لحافظين المواد الخام تمام هنزلها لكم دلوقت ان شاء الله 24 نجح اونه بتزا وفروماج انا اريد بتزا بالجبنة كلمة بتزا دي كلمة مؤننا استاخد ام ما przew owns أختي وانا فير دي جاتو بورلافت احنا ايه فير دي جاتو بورلافت فير ده في المصدر تمام وعندي هنا اول حاجة عندي اون ده بيسوي الضمير يبقى صرف مع ال ايه اللي متصرف مع ال في الاختيارات ما فيش اللي هي دي يعني نحن سوف نعمل جاتو للحفلة منفرير براتيك نوات بادمينتو فير ببراتيك ايه مع الالعاب بياخد انوات معرفة تمام يبقى هاخد ايه بادمينتو دي مذكر تاخد لو لوريك بي سيكوا يكون ايه تمام وعشرين باسكت اللي هو الكوتشي كلمة باسكت اللي فيه حرف الاس دي معناها الكوتشي لكن اللي ما فيش فيه حرف الاس في الاخر دي معناها لعبة الباسكت اللي هي السلة توفاش وزير انت سوف تختار عايز اقول له اي حزاء كوتشي انت سوف تختار كلمة كوتشي كلمة جامعة مؤنم استاخد كل تسعة وعشرين تدوانواتمبير او تير انت ياجب ايه والدك الساعة تمانية انت ياجب توكز والدك لاني الان عندي هنا الفعل الموجود في الاختيارات يا شباب عندي ده سو ريفي يعني يستيقز انما ريفي بس يوكز يعني صح حد تمام هنا الجملة بقى عايز ايه انت ياجب تصحي والدك ولا ياجب ان تصحي نفسك والدك الساعة تمانية ياجب ان تصحي والدك يبقى ناخد ريفي بس ريفي بس فعل كده من غير السو معناه يوكز يعني صح حد انما سو ريفي ده يستيقز يعني هو بيصحي نفسه تمام في فرق بين الفعل نفسه والفعل زو دمرين ده معناه ان الفعل واقع على الفاعل نفسه يعني ايه الفعل واقع على الفاعل يعني انا اوكز نفسي يعني انا اصطايكز تمام ده فعل زو دمرين لكن لما جا اقول الفاعل نفسه الواقع هقول ايه انا اوكز ابي انا اوصحي ابي يبقى ريفي بس رقم 30 يا شباب اخويا الصغير عنده الم في الاسنان هتاخد او اكس عشان اسنان دي جامع 31 فاير تسبور بريترون فاير يجب ان تعمل رياضة طبعا ده مصطلح معناه الفاير بياخد اللي على طول بياخد اللي دي على طول تمام حدا يقول لي ما هي اللي دي برضو بتجي مع التصريف ده اقول له لا ده مصطلح على بعضه بياخد الفاير يعني يجب او يلزم لما بيجي بعده فعل بيبقى معناه يجب لكن لو جاي بعده إسمي بمعناه يلزم ما كقول لك مثلا ايه الفو يلزم ان بلو كورا بورفير فوتبول عشان العلعب يا كراد يبقى الفو ده مصطلح على بعضه لو جاي بعده فعل بمعناه يلزم ولو جاي بعده اسمي اه الا اصلي لو جاي بعده فعل بمعناه يجب ولو جاي بعده اسمي بمعنى يلزم بعد كده سأل سلط المقالي طبعا بعتها لي وانا ان شاء الله هصحح لكم ان شاء الله اللي امتحن التامن يا شباب الوثيقة الاولية بتقول ايه يعني الايجازة الصيفية في فرنسا يعني تستغرق عندي كده معنى يستغرق ستة اسابية وتحدث عادة بين شهر سبعة وتسعة تمام عندي افوار ليو افوار ليو كلمة ليو دي يعني ما كان لوحدها ماشي لكن في مصطلح اسمه افوار ليو يعني تحدث او يحدث فانا واخد ايه او ان تيل افوار وليو قبيت المو يعني عادة ادي ظرف ملوش ايه مش هيقصر ما يفحي لكن المصطلح الاساسي افوار ليو افوار ليو ده افوار يعني يحدث بين سبعة وتمانية و سبعة وتسعة ان فرانس في فرنسا لو دي بي البداية الاجهازة ايه سولينيه بار ليسولد دي تي يعني بداية الاجهازات تكون محددة بي او يعني بنعرفها من خلال ليسولد دي تي يعني اللي هي اسمها التخفيضات الصيفية الفوز افوار يجب ان احنا نعرف انه الطلاب كوملي تربيه الطلاب مثل اللي شغالين ينتظرون هزي الاجهازة افك امباتسيونس اه بعدم سابريان واسبانيا تكون مخصصين يعني ثلاث اماكن دول يكونوا بالاخص الوجهة الاماكن او الوجهة السياحية الاكثر تفضيلا في الاجهازة بسبب الطاقس البارد بسبب الطاقس البارد في شمال البلاد تدفو احيانا بعض الاشخاص لا يكون لديهم ما يكفي من المال لعمل هذه الانواع من الرحلات البرفير هما بيفضلوا انهم يوضوا في البيت ويستفيدوا من الوقت الفراغ لزيارة العائلات والتنقل او التنزه داخل المدينة بروفيتي ده يعني يستفيد بروفيتي هنشل الان تي ونحط ار يبقى في المصدر تعاني شوفوا الاسئلة بقى اول سؤال بيقول ايه سودكم موبار للنوع هايزيل واسكة بتتكلم عن ايه يا شباب بتتكلم عن الاجهازة الصيفية يبقى ناخد مكان الاجهازة الصيفية لليو دي دي فاكنس رقم اتنين الفرنسيين لا يحبون قضاء الاجهازات في شمال البلاد ليه عشان الجو هناك برد برسك الفيفخ ولا رقم ثلاثة انتي في الصيف سختام فرنسي امسي البلادي دان ليرفيل بعض بعض الفرنسيين بيحبوا يتنزاو في المدن بتاعتهم ليه عشان ما همشي فلوس ما يكفي من المال للسفر رقم اربع بور بالنسبة للفرنسيين نوات يعني تكون احد المناطق المفضلة لهم لقضاء الاجهازة طبعا من ضمن الاختيارات كده هتبقى ايطاليا اون فرنسي لفاكنسي تستغرق في فرنسا الاجهازة الصيفية بتستغرق قد ان موائد مي يعني شهر ونص سلو دي بي دي فاكنسي تي اون فرنسي انه بداية الاجهازة في الصيف في فرنسا بداية الاجهازة هناك هو شهر سبعة اللي واقي لموادي جوية الوسيقى الثانية يا شباب اجاباتها برضو قدامكم ولو تارضوا لو في حد عنده اي سؤال يتفضل معكم ان شاء الله المواقف يا شباب اول مواقف بيقول ماذا انت تقول له واحد اشترى متسيقل هتقول له البس خوزة بخت ان كاسك رقم 14 فغفزي فغفزي دي يعني ترفض لابرو بزيسيو اكتراح ماذا انت تقول واحد هيرفض اكتراح هيقول لا هذا لا يهمني رقم 15 فطر كوباب صديقك بيسألك ماذا يوجد دون لابوتاجي داخل بستان الخضروات والفواكه هنقول طبعا فواكه وخضروات اول واحدة 16 انت بتتكلم عن الانشطة بتاعتك في الريف يعني بتعمل هناك في الريف هتشوف اي حاجة من اللي انت بتعمل هناك هتبقى جوف اي حاجة انا اتنزه على حصان تمام لكن دي معناها اتصوق ودي معناها اعمل ايس كريم بالفانيليا ودية العبسكي نوتيك مائي كلمة نوتيك دي يعني مائي رقم 17 صديقك بيسألك ماذا نحن ناخذ في الفطار ماذا انت تقول في الفطار بناكل كروة سو لابن في الفطار ولا فراخ وما كورونا تمام يبقى هي رقم سي رقم 18 فودمون دي انا ميس وكمبغت وجيمناز انت بتسألك صديقك ماذا نحن نرتدي فين في صالة الالعاب الرياضية ماذا هو يقول اخر واحد نحن نرتدي ميو دي يعني زي رياضي على بعض دي كده زي رياضي لكن كلمة ميو سبورت زي رياضي وباسكتز دي الوال كوتش بعد كده يا شباب سؤال رقم 19 ست راكت ست راكت هذا المضرب ا ا ا ال ا ا نوات هذا المضرب يكون اليها طبعا اطرا ا دا يعني يكون الى و ال دا ضمير توقيت بمعنى هي طيب هذا المضرب يكون اليها ولا او دي يعني او او دي اللي معناش اكسو يعني شرطة فوق معناها او تمام الى طبعا هنا برضو حرف جر وعايز اخد باره ضمير والضمير اللي بيجي بعد حرف الجر لازم يكون ضمير توكيد ماشي فين ضمير التوكيد اللي عندي في الاختيارات دا مش ضمير توكيد ودا مش ضمير توكيد ودا مش ضمير توكيد يبقى ملكية كلمة مفرد مذكر يبقى اقول له ايه طبعا بس هنا عندك كلمة ميسيو خلي بالك هنا ميسيو هنا للاحترام وطالما للاحترام يبقى هاخد ايه فوتر فوتر دي بتيجي مع المفرد المذكر وتون بتيجي مع المفرد المذكر هاخد اني واحدة هاخد فوتر عشان ميسيو رقم واحد وعشرين ايير امبارح اطفالنا كلمة اطفالنا دي بقى هل يطر بتعامل معاملة الضمير نو ولا الضمير الافيك اس الافيك اس وانا قلتلكم قبل كده بتعامل معاملة الضمير الافيك اس ليه انا عارف طبعا ان ممكن حد يفكر ان النوز انفو دي هتصوي الضمير نو لأ فعشان ما تتلغبط بعد كده احزف صفة الملكية لقبل الاسم لو انت عايز تصرف فعل لو حزفناها كده ما تبقى انفو اسم جامع الاسم الجامع بيساوي الضمير الافيك اس طيب الافيك اس دي هصرف معاه في الماضي بقى ايير دا ماضي يبقى ايه اومون جين رقم سين تمام سؤال حلف رقم اتنين وعشرين اا نو اير كلمة اير مفرد مؤنس اتاخد بتاع المفرد المؤنس في اي ساعة انت تتناول العشرة تحضرتك تلاتة وعشرين يعني انتم لا تذهبوا ابدا الى المزرعة قالوا نحن ذهبنا هناك العديد من المرات تمام يبقى دا سؤال منف يبقى اللي جيب عندي اما بسي ابنو يعني يدي يدي هاخد انا واحدة شيل النفي وترجم وهتلاقي لنفسك وصلت اللي جاب على طول لو انت بتتلغبط انت ذهبت او انتم ذهبتم الى الريف احنا ذهبنا كتير هناك يبقى ايو ايو في النفي يعني بس بكل بسط رقم 24 يا شباب طبعا مع الالعاب الرياضية بياخد اهات وهنا دي مذكر تبقى تاخد او منزلي يكون بجوار المتاجر طبعا اكو تي ده ده حرف جر مركب تمام ده قعدة من سنة تانية ان شاء الله هنشرحها حرف جر مركب الدهات بتاعته بياخد دو والدهات بتاعته بتتأثر باللي بعدها في حالات وهو بتتأثر في حالات كوميرس هنا هيتأثر بها فياخد دي او اس بافامي امو اقع عائلتي وانا نوع سي بيان اميزي الا فيرم انا عند هنا سيدا بتصرف مع الال خلي بالك فعايز اخد ضمير هنا تصريف مع الال لكن بيديني معنى نحن عائلتي وانا احنا استمتعنا في المزرعة هو الضمير بكل بساطة رقم 27 هم يذهبون ايه الى الريف يوم العطلة طبعا دي جملة مثبتة تمام اول ثلاثة اختارات دول بيجوا في الناف يوم ما عادش عندها اللي تجوغ دائما والدايك يذهبون الى الريف ايو هم نوع يذهبون في الصيف مثل عايز تاخد ضمير قبله هتاخد ضمير على طول بس الضمير يكون قبل رقم 29 مامو ماما جينو اتفهم انا جعان عايز اقول انا جعان جدا او انا اه يبقى جيت خيف انا جعان جدا بتاخد تغير كلمة فام اللي اتفهم وكلمة سوف لو عايز اقول جعان جدا عشان جدا باخد ري مش باخد بكو لو انت عايز لو انت تريد ان تستمتع بالهواء النقي طبعا هنا دقالة سي مضارع عايز اخد هنا امر امر المين امر للطول اولان ده تمام ااخد امر مع طول يبقى طبعا انا في الامر ونحزف اي كلمة غيرها تي او دي او او ار فاحزف دي واحزف دي هيتبقى الاولى والاخيرة وبما ان الامر ما عدته يبقى الاخيرة بكل بساطة رقم 31 بواسوه كلمة بواسوه كلمة مفرد مؤنس مع انها مشروب هاخد كل التالت بعد كده اسأل الاميل والموضوع نغش على السؤال اللي امتحان بقى التالت وبعتولي اجابة الاسئلة ديت عشان اصحح لكم ان شاء الله وعرف كل غلطات بتاعتكم اللي هنتسع هنقول اول حاجة الكتب عرفية يعني اي موسم تفضلون انتم عندنا كلمة معناها موسم كانت علينا في سنة تانية برضو نازم نكون عارفينها بتتكلم مثلا عن الصيف والشتة والخريف والربيع وكلام من ده موسم لزي يعني اقرأوا هذي المقتطفات من منتدع على النت للشباب من مختلف الجنسيات مك من كندا بيقول نحن عندنا شيطة طويل الفي تخيف الجو بارد جدا طبعا الفي شباب ديات من المصطلحات اللي تستخدم للتعبير عن حالة الجو كانت علينا في سنة تانية الفي اللي قدامكم ديات المكتوبة دي تمام بيجي بعدها بقى فخوا بارد يعني الجو بارد بنترجمها كده الجو بارد جدا مثلا نوسكيو نحن نتزلج على الجليد وفي زود بتناج نصير لجلاس أو نمارس التزلج على الجليد على الجليد للتعبير يعني الصيف يكون قصير الصيف والجوحر الجوحر جي الميزو أنا عندي بيت دو كامباني بريدا ما جي عنوبي لكن أنا عندي هواية جادور برونتر دي فوتون أنا أعشق التقاط الصور صورتو يعني خاصة الزهور جادور لبرونتوم ببرسكيليا ببرسكيليا لي سيغيازير عن فلير اللي هي أشجار الكريز تمام؟ بتكون في حالة الإظهار الإظهار يعني بتكون الأشجار بتاعتها فيها ورد يعني إنها تكون أشجار جميلة جدا في اليابان سي مانفيك هذا رائع ميريل من فرنسا بتقول بورمواة بالنسبالي للتاسيني في توجون لامير الصيف يدل دائما على البحر شاك جوية كل شهر سبع أونفا وبورد لامير نحن نذهب إلى شاطئ البحر جادور لسولي بريلونت أنا أعشق الشمس المشرقة والسماء الزركاء الصافية لبروي دفاج ضوضاء الأمواج والرمال جادور لسيرف أنا بعشق التزلج على الأمواج والتزلج على الجليد المائي الغطس لابلونجي سومارين يعني الغطس على بعضها كده طيب أول سؤال بيقول يا شباب ستان فوريم نقاط سير نقاط هذا منتدع حول يا شباب الفصل المفضل لسيزو بريفري سيدكم وقا نديك نقاط الشاك بخصون هذه الواثقة تبين لكل منهم البلد بتاعته لبي يعني البلد من اللي بيحبه الصيف في الواثقة هنا عندي ميريل وإيزابيل ميريل وإيزابيل هما الاتنين بيحبه الصيف قون الت إيزابيل نقط في الصيف إيزابيل بتعمل إيه تذهب إلى البحر عشان تروم ميك نقط ميك بيحب إيه يا شباب لابش الصيف سيجون بارلو السي نقط هؤلاء الأشخاص بيكلموا أيضا عن لير أوبي اللي هو هواياتهم الواثقة التانية يا شباب إيجابتها أنا معلم عليها رجعوها لو أنتم عايزين تهلوه نخش على المواقف أول مواقف بيقول إيه شباب صديقك بيسألك ماذا أنت تشتري في قسم منتجات البحر طبعا هنشتري حاجة من اللي موجودة هناك يبقى جنباري ومحار أخوك بيسألك لكي مو المعدة أو الأداة الضرورية لكي نمارس تسلق الجبال هنستخدم إيه حور أي اللي هو الكرد اللي هو الحبل كرد صديقك بيستعلم عن لوكيت سيرف لوكيت سيرف ده اللي هو التزلج على الأمواج ماذا أنت تقول هتقول هذه الرياضة سوبراتيك تمارس نولون داخل الميا رقم 16 فوزيت على بشري أنت تكون في محل الجزارة ماذا أنت تقول إلى البائع أنت اللي هتقول هتقول له إيه طبعا محل الجزارة يبقى نشتري منه حاجة خاصة بالجزارة هل أنت يسكت يعني هل هل أنت عندك سجاء رقم 17 فوزيت دولوبيس حضرتك تكون في الأوتوبيس كسكو ماذا ماذا جارك يقول لك يعني أنت فين في الأوتوبيس جارك اللي وقعت جنبك هيقول لك إيه فوزيت دولوبيس أنت هتنزل في أي موقف رقم 18 في الأجهزة أنت تكون عند جدتك في الريف ماذا هي تقول لك هتقول لك اذهب عند عشة الفراخ واجمع البيض رقم 19 يعني حضرتك تذهب إلى التدريب قال إيه المدرب عنده يبقى هيقول له طبعا دا سؤال مثبت يبقى لجابة إما بوي يبقى نو فهو كده مش هيروح يبقى نو فوزيت شفو حضرتك عندك نحن نكون نحن نكون هناك تمام يبقى عايزة أخد ضمير عايد على شفو حرف الجرش ما يجي بعده ضمير التوكيد وعايزة أخد هنا ضمير بتأخد الضمير إجريك على طول الضمير إجريك ممكن يحلم حل حرف الجرش لو جاي بعده ضمير التوكيد أو عقل رقم 21 يا شباب وبعدين فا وبعدين ضمير وعايزك تأخذ هنا تصريب خلي بالك من السؤال ده قوي لأنه حلو ليه أنا عندي هنا ده فا اللي هو قال ليه يعني هنا فعل متصرف عايز أخذ هنا فعل كمان هو هنا ضمير الضمير ده يا شباب مش ضمير فاعل ضمير مفعول معناه إيه بابا سوف ينتظرنا في المحطة يبقى أنا عايز أخذ هنا تصريب بس التصريب الفيرب هنا هل هيكون متصرف مع النو ولا متصرف مع بابا ولا محطط في المصدر تمام عرفتوا بقى صعبة السؤال ده في إيه إن أنا لازم أن أكون فاهم معنى السؤال عشان نعرف أختار طيب هنا بابا فا نو التوندر هنأخذ المصدر ليه بقى عشان مستقبل هنا فا فيها لمتصرف وعايز أخذ فاال تاني هنا الفاال أصلا اللي هيجي بعد الفاال اللي متصرف اللي هنا ده لازم أن يكون في المصدر تمام طيب الفاال اللي هيجي في المصدر هنا بقى اهو التوندر طيب إيه حكاية النو دي دي ضمير مفعول بابا سوف ينتظرون النو دي تعيد على نا معناها نا كده ينتظرون في محطة المتر تمام لازم تفهم وترجم السؤال صح عشان توصل للإجابة صح طبعا ممكن حد يستعجل ويجري يختار تصريف مع النو ويختار التوندو وطبعا غلط تمام لازم نعرف الجملة بترجمتها الصحة ايه ونفهمها رقم 22 جمون جنوات هنا فيربو منجي مع السلطة هيكو الدولار عشان السلطة مؤنس هتلاحظوا كده في كل امتحان بيبقى في سؤال كده ايه في فكرة تمام ده الامتحان ده في السؤال ده حلو قوي رقم 23 هنا كلمة فامي كلمة جمع يبقى ناخد صفات ملكية اخرها اس يعني يا دي يا دي الكلام عايد على من بقى من المالك اصدقائي يعني جمع يعني بيساوي الضمير الافيك اس الافيك اس دي قصدها ايه في جدو لصفات الملكية لير لير لافيك اس فناخد دي رقم 24 سامو دي نوات جو دي تستوراب جوني مو دي ريا هذا ساني مو دي ريا هذا لا يهمني انا بكره الراب رقم 25 مو نا في عايز اقول في رأي اقول ا مو نا في في رأي الرياضة تكون مهمة للصحة 26 توني مابيل توني مابيل بلو انت لم تعطى تتصل بي لماذا برقوة جسوي برومني جومي سوي برومني انا تنزهت ااشفال دونوت ريفوز على حصان جرن يبقى ا عرف الجر ا 28 الفو بوار نوات بوار مع المية وعندي هنا ظروف كمية في منها جايب الدو في منها من غير الدو لكن بوار مع الاكل والشرب هياخد السي دو يعني ظرف كمية مع الدو رقم 29 مونكو بقى بوار تدي شوشير نوات صديقي يرتدي احزية او جزمة ايه عايز اختار الصفة هنا لكلمة الجزمة وميديك الوان في الاختيارات تمام طبعا احنا شرحنا الالوان في الحصة اللي فاتت فهنا عايز المفرود نختار جامعة مؤنس هنزل بص على تحت هتلاقي دي جامعة مذكر دي جامعة مذكر دي مفرد يبقى مرون بتمشي مع كله 30 سبار مفرد مذكر تاخد اي رياضة انت تمارس 31 اخر السؤال معنا كلمة بوكس مفرد وينفير بي بريفير احد افعال الميول بياخد سؤالات المعرفة بكده الحمد لله نكون خلصنا حل 3 انتحانات تمام طبعا زي ما انا اكدت جزا مرة بعتولي زي ما الناس كلها بتبعت بعتولي الايميالات والمربوعة اللي انت بتحلوها عشان اصحح لكم ان شاء الله يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته